وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي ومازلنا مع جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبنعيش في سرته وبيخرج لنا جماله الأسرار اللي بيها بتتنور حياتنا فنعيش في يسر فيتفتح علينا باب السرور والنهاردة معانا حدث في السيرة مليان سرور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بركت الناقة ناقته صلى الله عليه وسلم على باب أبي أيوب وبعد وصول حضرة النبي للمدينة خرق جواري من بني النجار بالدفوف يقول نحن جواري من بني النجار يا حبزة محمد من جار يا سلام فرح وسرور بيحتفلوا بحضرة النبي بجمال وبسعادة وبقلب منشرح حضرة النبي يشوف الجمال ده وما يردش على الجمال بجمال فحضرة النبي قال لهم إيه يعلم الله أني لا أحب كنا وهذا الكلام ثابت عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو كمان لما حد يقابل حضرة النبي بجمال يقابل حضرة النبي كمان بجمال كمان في كتب السيرة بتقول أن حضرة النبي أقام عند سيدنا أبي أيوب سبعة أشهر وفي رواية أنه هو أقام عنده إلى سفر من السنة الثانية للهجرة وقيلوا أنهما أقل لمدة قالوا أنهما أقام حضرة النبي عند سيدنا أبي أيوب إيه هي أقل لمدة هي شهر وحضرة النبي ساعتها كان بيصلي في أي مكان حيث أدركته الصلاة لكن لما أرد حضرة النبي النواي ابن المسجد اللي هو المسجد الشريف قال لبن النجار ثامنوني بحائطكم يعني أشتري حائطكم ده بالفلوس يعني مش أخده تبرق يعني أخده بالفلوس قالوا لا نطلب ثمنا إلا إلى الله إحنا عايزين نخياله لله فأبى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فابتاع بعشرة دنانير أداها من مري أبي بكر رضي الله عنه سيدنا أبو بكر لما سافر وهاجر مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذ كل ماله فإلا حاصل فابتاعها صلى الله عليه وسلم ابتاعها الحائط ده بعشر دنانير وقال سيدنا أنس وكان في موضع المسجد نخل وخرب ومقابر لمشركين فأمر رسول الله عليه وسلم المقابر فنقلت وبالخرب فسويت والنخل فقطعت ثم أمر فاتخذوا اللبن اللي هو الطوب اللي معمول من طمي الأرض فإيه اللي حصل وبانى حضرة النبي المسجد وسقفه بالجريد في روايات كتيرة بتقول إن حضرة النبي كان بيشتغل معهم بأيديه كمان وجعل أعمدته خشب النخل والمسلمين عملوا كده وكانوا بينقلوا باللبنة واللبنتين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية دي على قد ما فيها من حاجات لطيفة لكن إيه اللي حاصل فيها معاني عميقة جدا 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 المعاني العميقة دي إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد إني يصلي صلى في أي مجان وخلينا نقول له وكانت قبلة المسجد نحي بيت المقدس وكان ليه ثلاث أبواب باب في مؤخرة المسجد وباب يقال له باب الرحمة والباب اللي بيدخل منه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المسجد بناه رسول الله بس هنا بقى فيه جزء مهم جدا هو صحيح كان طوله مئة زراع يعني في حوالي 114 متر تقريبا في الجانبين وهنا بقى بنسأل سؤال هو حضرة النبي أجل الصلاة لغاية ما يصلي في المسجد الحالة لحضرة النبي واضح إن هو ممكن يكون قاعد 17 أو على الأقل شهر بيصلي في أي مكان طب ده معناه إيه حضرة النبي عايزة أعلمنا شوية دروس في سرطه والدروس دي مهمة جدا جدا لحياتنا مهمة في البيوت مهمة في الشغل مهمة في السوق مهمة في العلاقات مهمة في المستقبل مهمة كمان في تحصيل السعادة إيه المهم ده؟ إن حضرة النبي بيعلمنا إن إحنا نأخذ المتوفر من الإمكانيات ونعيش به ثم نبني عليه ليه؟ لإن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مامتنعش عن الصلاة لإنه ما عندوش مسجد يجمع في المسلمين لكن حضرة النبي وكأن ده المعنى اللي فيه قوله صلى الله عليه وسلم وليه جعلت ليه الأرض مسجدا يعني إيه؟ خلي نظرتك واسعة للإمكانيات إن اللي معاك النهاردة يزيد بكرة مش اللي معاك النهاردة هو قيد عليك مش هتقدر تعيش غير به حضرة النبي صلى في المسجد الواسع إحنا قبل كده اتكلمنا عن مفهوم إيه؟ ما يسمى بمسجد الحياة المسجد الأكبر اللي هو الأرض كلها اللي هي الحياة فحضرة النبي عايز يعلمنا إيه؟ إذا كان فيه حياة يسمع المسجد الأكبر فتعالوا دايما إذا دق علينا المكان الأصغر نخرج المكان الأوسع للأرض للحياة فعلمنا حضرة النبي إنه لازم حياتنا تتبني على الساعة ما فيش حاجة توقفنا يعني إيه ما فيش حاجة توقفنا يعني نستمر في السير إلى الله في أي مكان وأي مكان هتكون فيه هيكون فيه مدد ربنا وهيكون فيه صلة بالله فالإمكانيات ما تعقشك الإمكانيات معناها إنه فيه حاجة ممكن ممكن تكون أحسن وزيك حضرة النبي ماذا فعل صلى في أي مكان لغاية ما تهيأ له إنه هو يبني المسجد فيه ناس ما بيعندهمش القدرة دي فيه ناس ما عندهمش المهارة دي أضرب لكم مثال فيه ناس كتيرة تقول بدلا أنا مش قادر أدي لأولادي وقت كبير يبقى أنا هاستنى لغاية ما وفر لهم وقت أو أخذ أجازة فالأجازة ما تجيش والوقت ما يجيش ليه؟ لأنه ما مبتداش بنفسي أنوار سيرة حضرة النبي إنه هو حضرة النبي صلى في أي مكان لغاية ما يتبين المسجد إيه اللي حاصل كمان؟ وشوف ده الصلاة الصلاة اللي كان عايي يجيب المسلمين ويجمعهم لا نصلي في أي مكان عيش بالإمكانيات المتاحة واحد يقول أصلا أنا مش هقدر أقول كلمة غير لما ألتزم بيها قولها يا سيدي عبر عن حبك عبر عن حبك لأهلك وأولادك عبر وما تخافش أنت لو عبرت دلوقتي هتجد أشياء كثيرة جدا جدا بتتحلوا الإمكانيات ربنا بيبارك فيها وبيوسعها أوعى تستصغر نعمة عندك كل حاجة أنت شايفها صغيرة أنت شايفها صغيرة لأن أنت شايفها من عندك لكن لو دخلت فيها قوي اتخذ ده سبيل للسعادة ولمستقبل ربنا يفتح عليك ما تخليش الإمكانيات توقفك ولذلك حضرت النبي علمنا حاجة مهمة أول لا تحقرن من المعروف شيئا يعني إيه؟ حضرت النبي لم يحقر أنه هو يصلي في الطرقات في البيوت في الأماكن إيه اللي حاصل؟ ما احتقرش ده لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنت أنتلقى أخاك بواجه انطلق حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد هذا المعنى في قلوبنا فعشان كده إيه اللي حاصل؟ ما تحقرش أن انت تتبسم في وجه ابنك وتقول لا لما أخصص لوقت أو لما أروح أتضرب على حل مشكلته دي أبقى أجي وأعد معاه وبنتك ما تستصغرش أن انت تقول لها أن انت سندها وظهرها هتقول إيه فايدة الكلمة أنا لازم أقدر أجيب لها اللي هي الفلوس اللي هي عايزها عشان تروح الدرس أو عشان تقدم في الجامعة اللي هي عايزها لا اتكلم معبر عن حبك حاول تحتوي باللي ربنا أذن بيه اوعى تستهين باحتضان أولادك لأن كل دوة بيخليهم يعيشوا في أمان وفراح حضرة النبي علمنا في السيرة حاجة مهمة قوي أن ننطلق من الموجود وننتظر فضل المعبود